استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الطلب خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة الحاصلين على معدل 99% فما فوق وأكد سموه أن هذا اللقاء ليس تكريما لجهودهم وحسب بل تأكيد على أن المملكة تتكرم بهم وتتشرف بالشباب الطموح القادر على مواجهة التحديات وأن الشباب اليوم أثبتوا بأنهم الأفضل وأن تحقيقهم للتفوق هو دافع للمزيد من الإنجازات وقال سموه أن الشباب البحريني هو عنصر أغلى من البترول والمعادن الثمينة وأنا دائما مؤكد أن البحريني معدنه ذهب لا يذهب جهد أي منجز سدى ونحن دائما متأهبين لمساندتكم والوقوف بجانبكم وأضف سموه أن واجبنا كجهات مسؤولة فتح الأبواب في جميع القطاعات مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لاحتضان أفكارهم وآرائهم لفتح أفاق وأبواب أخرى تخدم طموحات الشباب وتصب في مصلحة الوطن وأشار إلى أن الدول العظمى تشكل نجاحاتها بواحد بالمئة من شعبها لذلك لابد أن يكونوا فخورين بأنهم جزء من نسبة الواحد في المئة معربا سموه عن تفاؤله بهذه الوجوه الشابة المنجزة الذين سيكونون من القياديين في المستقبل القريب مستشدان بقول جلالة الملك المعظم أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وقد بدأ الحفل بكلمة ألقاها سعادة وزير التربية والتعليم حيث عرف عن الشباب الأوائل الخريجي المرحلة الثانوية معبرا فيها عن فخره واعتزازه بما أجزه طلاب المدارس خلال العام المنصرم بتحقيق معدلات تفوق 99% وتعتبر تلك المعدلات المرتفعة شهادة على جهود الطلبة الكبيرة وموهبتهم الرفيعة وروح التحدي التي يتمتع بها الخريجون مشيدا بالمعلمين والطاقم التعليمي بالكامل نتشرف جميعا الآن للاستماع إلى كلمة ملهمة من كلمات سموكم في البداية أخواني وخواتي أنا أحب أهنيكم على هذا الإنجاز اللي قمتوبه على مستواكم الشخص وأنا شخصيا مم موجود اليوم معاكم لأكرمكم أنا شخصيا اليوم موجود معاكم أقول لكم أن الدولة تتكرم بكم الله يطول وتتشرف بناس شباب طموحين قادرين على التحديات مثلكم ولكن بعد اليوم من واجبي أن أكون معاكم اليوم أذكركم في شيء مهم جدا لا تعيشون في الماضي ولا ترحون في خطأ أن أنتوا الأفضل وتبقون على هذا الهاجز أنتوا اليوم ما زلتوا في البداية صحيح أثبتوا لنفسكم ولي أهلكم ولي بلدكم أن أنتوا الأفضل لكن هذا من فعل الماضي أعبيكم مطلعون من ما بعد هذا أعبيكم كل يوم مطلعون المستقبل أعبيكم مطلعون كيف أني أنا أصبح أفضل اليوم العالم يزيد تحدي اليوم الأمور تزيد تعقيد وتريد ناس مثلكم قابلين لهذه التحديات مرنين أذكياء يقدرون يتصرفون في الحال فإذا أنتوا تحليتوا بهذه الصفات وقدرتوا كل يوم تصبحون الصباح بتحطون حق نفسكم هدف تنجزونه وكل ليل قبل النوم تسألون نفسكم هذا السعود هل أنا قربت من إنجاز هذا الهدف؟ أو هل أنجز هذا الهدف؟ وآخر سؤال هل أستحق هذه النوم؟ اليوم إحنا واجبنا تنفيذاً للقيادة اللي أمرنا فيها سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حامد بن عيسى الله طول عمره الملك المعظم وسيدي سموه ولي العهد اهتموا بشبابكم كيف نهتم بشبابنا؟ ما نعلمكم ولا نقودكم قود ولا نخرب أطبعكم بالعكس إحنا ندور الناس اللي مثلكم اللي يعتمدوا على نفسهم اللي أثبتوا وجودهم وأنا عرف أصلا أن هذه الوجوه الموجودة اليوم هي اللي فيها المنجزين أهي اللي فيها القيادين أهي اللي فيها الناس اللي راح تتميز في المستقبل القريب اليوم من واجبنا بعد نفتح لكم البيبان في جميع القطاعات اليوم أعتقد الوجود اللي بينكم أنتوا أفضل واحد بالمية في البلد لازم تعرفون أنتوا اليوم الواحد بالمية الأعلى من هذا البلد الدول الكبرى والدول العظيمة تشكل بلدها وتشكل ناسها وتشكل توجهها وتبني نجاحها على هالواحد بالمية لازم تفتخرون اليوم بنفسكم أن أنتوا جزء من هذا الواحد بالمية من الشعب ولكن أن عليكم مسؤولية كبيرة بنعتمد عليكم ونبغيكم تفكرون دائما ما الطريقة أن تسئلون نفسكم سؤال مهم كيف أقدم لهذا البلد فأحنا اليوم نواجبنا أن نتأكد أن خاصة أنتوا يلواحد بالمية في المكان الصحيح فأتمنى اليوم أعتقد جميعكم اليوم عندكم بعثات هل في أحد اليوم موجود ما عنده بعثة؟ توكنا على الله عندنا ثنين من أصل أمية وخمسة مضروري اليوم نخلص بعثاتكم قبل لا تطلع من هذا البارد ومهم جدا اليوم أن أنتوا في هذه المجالات اللي راح تقدمون لها وراح تدرسون وتطلبون العن وتواصلون على المثل ما أنتم وبتلقون نفسكم بعد في المقدمة لأن سبحان الله اليوم الله وهبكم هبة العقل هبة الذكاء هبة الفطنة لكن بعدين عقوا ما تتخرجون من مسيرتكم الدراسية وتون للعالم الواقعي وتطلعون من العالم الافتراضي هنا يفرق الناجح عن الآخر ولكن أحنا اليوم كدولة موجودين معاكم وأنا كأخ لكم وداعم للشباب موجود معاكم ومكاننا تعرفونا وأي شيء تمرون عليه من تسهيل أو توجيه أو مبفت حباب كسر حائطين نحن بينكم موجودين لدعمكم لتسخير الصعاب أمامكم بس ما أقول لكم أن الطريق سهل أمامكم الطريق صعب لذلك نريد ناس مثلكم يسخرون هذا ويعبدون هذا الطريق لأجل هذا الوطن فإحنا اليوم إذا عندنا عنصر أغلى من كل شيء في هالعالم إحنا عندنا البحريني اللي أنا دائما ما أقول إحنا معدننا من ذهب فتخيلوا إذا أنا طالع الشعب شعب متميز في جميع القطاعات ينجز ويثابر ويكافح بشكل يومي وأقول إن هذا معدننا من ذهب تخيلوا اليوم إن هذا الشعب اللي معدننا من ذهب اليوم أنا قاعد أكلم من واحد من المية من هذا الشعب إحنا واجبنا اليوم مثل مخبرتكم لدعمكم ولتوجيهكم وأنتوا الباقي عليكم نريد نشوفكم إن شاء الله في أقل من عشر سنوات منجزين بإذن الله إن شاء الله في أقل من عشرين سنة منجزين في أقل من ثلاثين سنة منجزين وإن شاء الله وبإذن الله رح أذكركم يوم الأيام بل تقيب واحد منكم وأقول لكم والحمد لله على كل حال أن الله وهبنا هذا البلد وهبنا هذه القيادة اللي تقدر وبإمكانها تشوف حجم إنجاز المواطن ما عندنا واحد اليوم ينجز ويروح حقه هدر أبدا أي واحد ينجز في أي مجال اليوم في الدولة بيحصل نفسه أمامنا وبيحصل نفسه في مجلس الملك يكرر فأنتوا اليوم أملنا أنتوا اليوم طموحنا اللي إحنا نبني بالبلد فأرجوكم لازم تعرفون شيء أخير ما بيأطيل عليكم بالكلام إن ترى الأيام دائما ما راح تزيد صعوبة الموارد راح تزيد صعوبة لوجودها ولكن الله وهبنا بناس مثلكم يسهلون هذه العملية على الدولة وعلى نفسهم الله يبارك لكم إن شاء الله سعيكم والله يبارك لكم إن شاء الله في مساركم ولازم تعرفون أن وراكم ظهر يسندكم الله يطول ويواصل البحث عنكم ونواصل السؤال عنكم إن كنتوا في البحرين خارج البحرين أنا أأكد لكم أنه راح نتابع عموركم أول بول ونبغي أن تطور ونبغي أن نصير أفضل ونبغي أن نافس العالم إذا أنتم مستعدين فتوكلنا على الله والله يبارك لكم إن شاء الله في مساركم الله يستعدين شكرا وأخيرا تفضل سمو رئيس المجلس العلالة شبابي ورياضة بتكريم الرعاة الداعمين لهذا المشروع معربا سموه عن شكره لما قدموه ولما للفتتهم من أثر سام في نفوس الطلبة المتفوقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر